بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر إلى درس جديد من دروس اللغة العربية تحت عنوان في البذل والإنفاق قصيدة شعرية للشاعر الجاهلي حاتم الطائي طالب الأحب يتوقع منك في هذا الدرس أن تعرف بالشاعر موضحا مناسبة القصيدة أن تستخلص الأفكار الرئيسة للنص وأن توضح معاني المفردات الجديدة بالنص المشروحة والمستنتجة افتح الكتابة في الصفحة السادسة والخمسين لتتعرف مناسبة القصيدة ومعلومات عن الشاعر شاعرنا اليوم هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي من قبيلة طي اقترن اسمه بالكرم والجود والسخاء ويكنى بأبي سفانة وأبي عدي شاعر جاهلي معروف كان جوادا يشبه شعره جوده امتاز شعره بفصحة الألفاظ ووضوح التراكيب وأهم أغراض شعره الفخر بكرمه وله ديوان من الشاعر توفي سنة ست وأربعين قبل الهجرة ألقي نظرة سريعة على الصفحة السادسة والخمسين لتتعرف النص الذي بين يديك قصيدة من عيون الشعر العربي تصور موقفا واحدا من مواقف شعرية كثيرة دارت بين حاتم الطائي وزوجته ماوية فيها تصوير مثالي لمرؤة العربي وكرمه ذلك الكرم الذي اشتهر به حاتم فضربت الأمثال بكرمه في جاهلية العرب ويكشف عن نزعة إنسانية نبيلة وسلوك شريف عن طريق حوار مع زوجته يدافع فيه عن أفعاله والآن عزيز الطالب جاء دور قراءة القصيدة وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثرية فعرد تلوم على إعطائي المال ضلة إذا ضن بالمال البخيل وصرد تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا ذريني وحالي إن مالك وافر وكل أمر إن جار على ما تعود أعاذلة لا آلك إلا خليقتي فلا تجعلي فوق لسانك مبردا ذريني يكن مالي لعرضي جنة يقي المال عرضي قبل أن يتبدد أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما تري أو بخيلا مخلدا وإلا فكفي بعض لومك واجعلي إلى رأي من تلحين رأيك مسندا ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى أقر الصديف المسرهد أسود سادات العشيرة عارفا ومن دون قومي في الشدائد مزودا وألفى لأعراض العشيرة حافظا وحقهمي حتى أكون المسودا يقولون لي أهلك تمالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون سيدا كلوا الآن من رزق الإله وأيسر فإن على الرحمن رزقكم غدا سأذخر من مالي دلاصا وسابحا وأصمر خطيا وعضبا مهندا وذلك يكفيني من المال كله مصونا إذا ما كان عندي متلدا والآن هيا بنا نتعرف معاني المفردات الجديدة ونستخلص الأفكار الرئيسة في النص وسنكتفي بالأبيات من الأول إلى التاسع الأبيات من الأول إلى الثالث عاذلة لائمة عيوق نجم مرتبط بالثرية وكلاهما من النجوم عرد مال للغروب ضلة هدرا أو على غير هدى صرد قلل العطاء معبدة مكرما كأنه معبود الأبيات من الرابع إلى التاسع لا آلوك لا أبطئ خليقتي خلقي مبرد حادا سليطا جنة وقاية قبل أن يتبدد قبل أن ينتهي المال هزلا فقرا تلحين تلومين مسندا مؤازرا ومؤيدا نابني أتاني القرى الطعام السديفة المسرهدة شحم سنام البعير المقطع والآن مع شرح للأبيات من الأول إلى الثالث يقول حاتم الطائي إن زوجته قد قامت عليه ليلا تلومه على بذله وكرمه وتعتبر إنفاقه المال إهدارا وميلا عن الصواب وتطالبه بإمساك ماله فقد نفع المال أصحابه وصار ذخرا لهم أرى المال عند الممسكين معبدا والآن ما فكرة الأبيات أحسنت تبارك الله فيك لوم وعتاب على عادة البذل والإنفاق وفي الأبيات من الرابع إلى التاسع يطلب الشعر من زوجته أن تتركه وشأنه فالمال وفير وسيظل على عادته في الإنفاق وأن تقيه حدة لسانها ففي إنفاق المال صيانة لعرضه فما أمات الإنفاق كريما ولا خلد المال بخيلة ثم يطلب منها أن تكف اللوم وأن تسانده وتؤازره وهو الذي إن أتاه ضيف وقد ندر الطعام هب يجود عليه بأشهى وألذ ما عنده والآن ترى ما فكرة الأبيات بورك فيكم التمسك بخصال الكرم ورفض اللوم عليها والآن طالب الأحب افتح الكتاب على الصفحة الثامنة والخمسين لتطالع أسئلة القراءة والاستيعاب وتحاول الإجابة عنها هل انتهيت؟ أحسنت هيا إلى الإجابات السؤال الأول ما الموضوع العام للأبيات أحسنت جود ومرؤة ونبل العربي متمثلا في حاتم الطائي فقد كان مضرب المثل في الكرم إلى من يتوجه الشعر بالخطاب في مستهل أبياته عد إلى البيت الأول وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثرية فعرض أحسنتم يتوجه بالخطاب إلى زوجته وكان اسمها ماوية السؤال الثالث ما سبب اللوم الموجه للشاعر وما موقفه من هذا اللوم عد إلى الأبيات من الثاني إلى الرابع لتستشف الإجابة تلوم على أعطائي المال ضلة أحسنتم أحسنتم سببه سببه إنفاق المال على الناس ولم يعجبه ذلك وطلب من زوجته أن تكف عنه لومها وأذى لسانها السؤال الرابع هل كان الشاعر آسفا على موقفي ولماذا عد إلى الأبيات من الخامس إلى السابع أحسنت بارك الله فيك لم يكن آسفا لأنه لم يقصر مع زوجته وأبنائه ولأنه يرى المال وسيلة فلا الإنفاق أمات كريمة ولا إمساك المال خلد بخيلة طالب الأحب لقد سبق وأن درسنا أن للكلمة الواحدة أكثر من معنى حسب سياقها في الكلام والآن مطلوب منك استنتاج معنى كل كلمة حسب سياقها إذا ظن بالمال ظن أحسنت بخل أرى المال عند الممسكين البخلاء أريني جوادا متى هزلا فقرا وحاجة فهزلا بمعنى ضعفا إشارة إلى الفقر والحاجة إذا ما كان عندي متلدا أحسنتم موروسا وفي السؤال الرابعي في الصفحة التاسعة والخمسين يقول الشاعر أريني جوادا متى هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا بين معنى جوادا من خلال سياقها ثم وظفها في سياق آخر بحيث تعطي معنى مختلفا أحسنت جواد كريم سياق آخر عزيز الطالب أجب بنفسك عزائي الطلاب إلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من الدرس في البذل والإنفاق تقبلوا أطيب التحايا وأرق الأمنيات ترجمة نانسي قنقر